تعتبر المرأة هي الطرف الأقوى رغم أن أحب نقول الجنس اللطيف لكن النظرة الإنجيلية والكتابية تقول كده هي المعين النظير بمعنى أنها الطرف الأقوى الذي تقدم لمساعدة الطرف الأضعام خلقة المرأة الله كما أرادها أول حاجة لازم نعرفها أن الله خلق الإنسان ذكراً وأنساً زي ما بنقرأ في سفر التكوين لكن لازم نفهم في سناية النص أن المرأة هي قمة عمل الخلق يعني الله خلق نباتات وحيوانات وطيور وأسماك في المية شوية بشوية خلق الإنسان رجل ثم مرأة وعند خلقة المرأة انتهى عمل الخليقة فنسميها كده قمة عمل الخلق كمان المرأة في خلقتها وجدت من أعماق أو من كيان أو من أعماق كيان أدم ضلع وبنى عليه المرأة وصارت من إمرئ أخذت وصارت على صورة الله ومثاله وصار نوع من التكامل ما بين الرجل وما بين المرأة وصارت دي هي صورة الأسرة في بداية تكوينها عشان كنا نعرف في الصحة الأولى في صفر التكوين يقول من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بأمرأة وصير الإسنان جسد واحد ده في الصحة الأولى خالص في صفر التكوين وتتكرر الآية تاني ثلاث مرات في العهد الجديد فالآية دي موجودة في الكتاب المقدس أربع مرات والآية دي هي الأساس لسر الزيكة وهي اللي يتبنى عليها مفاهيم سر الزيكة حاجة كمان تخص المرأة قبل ما نتخصص في دورها كأمة أو كزوجة إن المرأة خلقت ويقول عليها التعبير الجميل في صفر التكوين أنها معين نظير كلمة نظير يعني تقريبا في تساوي لكن كلمة معين يعني شخص جاي يعين شخص والشخص اللي جاي يعين شخص لازم يكون أقوى منه عشان يقدر يعينه عشان يقدر يساعده عشان كده حتى في النظرة الطبية يقولوا كتير تعتبر المرأة هي الطرف الأقوى رغم أن أحب أن أقول الجنس اللطيف والمرأة دايما حساسة وربما أضعف من الرجل لكن النظرة الإنجيلية والكتابية تقول كده هي المعين النظير بمعنى أنها الطرف الأقوى الذي يهب ويتقدم لمساعدة الطرف الأضعف وده يخلينا أن كل بشر العالم كلهم اتولدوا من امرأة ترجمة نانسي قنقر